حسب يدعوة أحرانوت بأنه تم اتخاذ القرار من قبل الحكومة الإسرائيلية بإرسال الوفد الإسرائيلي للتفاوض برئاسة رئيس المساد الإسرائيلي والذي عمليا سوف يشارك غدا في مفاوضات وجولة مفاوضات جديدة بحضور رئيس المخابرات المصرية رئيس السياي اي اي رئيس المزراء القطري وذلك في محاولة لاستئناف عملية التفاوض ولكن زيد على هذه المسألة بأنه تم إعطاء تفويد أوسع لرئيس المساد في موضوع التفاوض لأنه في المرة الأولى عندما وصلت الأمور إلى مكان يمكن الحديث عن إتمام الصفقة عاد الوفد الإسرائيلي ولكنه استضم بمعارضة من قبل بن يمين نتنياهو ومجلس الحرب عموما الذين رفضوا الورقة التي تم التباحث حولها في باريس وبالتالي تم الذهاب من قبل مجلس الحرب إلى عدم القبول بالورقة ثم انتظروا الورقة حماس وبعد ذلك وصلت إلى طريق مزدود الآن مجلس الحرب أعطى تفويد لرئيس المساد وبالتالي تطمين لرئيس المساد نفسه بأن ما سوف يتحدث عنه وما سوف يتوصل إليه يجب أن يكون هناك احترام له هل هذا ضمان؟ هذا ليس ضمان ولكن على الأقل هذا تفويد من قبل الحكومة الإسرائيلية للوفد الإسرائيلي بالليونة في موضوع التفاوض طيب أحمد هل كشف عما في جعبة من سيمثل إسرائيل في هذه المفاوضات بالفعل؟ هل هناك أي مؤشرات على ليونة في الموقف الإسرائيلي؟ رئيس المساد الإسرائيلي برنيع هو الذي عمل أن يترأس هذا الوفد وكما تعلم بأنه بالمفاوضات هناك أخف وهناك رد وهناك مساومة وهناك الأهم من ذلك هناك التفاصيل والتفاصيل هي أكثر شيء شكل معضلة في الجوالات الاثنتين التي كانت إحداها في بريس وبعد ذلك نقلت إلى القاهرة ثم بعد ذلك تم الحديث حول العودة إلى قطر تم لغي هذه الفكرة ولكن هذا يعني بأن لا يوجد هناك لا تسريبات ولا يوجد هناك أي كلام واضح بهذه المسألة ولا وضع للخطوط الحمراء بالنسبة للجانب الإسرائيلي ولا عموما هناك خطوط حمراء واضحة من قبل حماس لأن عملية التفاوض هي عملية شائكة تتعلق بالتفاصيل أعطيك مثالا على ذلك من المشاكل التي كانت موجودة هو حول وقف اطلاق النار وتموضع الدبابات الإسرائيلية هل الدبابات الإسرائيلية سوف تبقى في المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية أم سوف تذهب إلى المناطق المفتوحة هل سوف يتم السماح باستمرار الطيران الحربي بالتحليق أو سوف يكون هناك معارضة لتحليق المصيرات التجسسية أو طبعا الزنانات وما إلى ذلك ماذا بخصوص إدخال المساعدات الإنسانية هل سوف يزاد عددها بشكل كبير أم لا ثم نذهب إلى الملف الأكثر تعقيدا عملية التبادل كيف سوف تتم الأسماء من الذين سوف يشاركوا الجولة الأولى من سوف يخرج ومن سوف يبقى تعريف الأعمار هل الصغار في السن هو من عمر 18 أو من عمر 21 كل ذلك حسين هو جزء من عملية التفاوض المعقدة ولكن أؤكد لك بأن لغاية الآن المجتمع الإسرائيلي يؤيد استمرار المعركة ضد حركة حماس 70% من المجتمع الإسرائيلي يؤيد استمرار الحرب حتى نهايتها وتدمير حماس 30% فقط هم الذين يؤيدون أن يكون هناك صفقة وهذا يعطي دافع للحكومة الإسرائيلية للمضي قدما والاستمرار في الحرب حتى بني جانس الموجود داخل الإتلاف الحكومي كان واضحا بأنه قال حتى في رمضان لو اضطررنا سوف نستمر في المعركة في رفاح الجيش الإسرائيلي وضع الخطة هو قال بأنه بحاجة إلى أسبوعين على الأقل لبدء تنفيذها وذلك لتوفير ممرات آمنة للمدنيين من رفاح أين هي الممرات الآمنة؟ لا أحد يعلم